اهلا ومرحبا بكم في قناتي قدرت هادميني بطبوت ونقول لكم طريقة والمقادير بعض المرات انا كندير عيني وميزاني ولكن اعلاش عيني وميزاني لان انا كنشوف نضيف الماء نضيف الماء شوية بشوية حتى ان هالعجينة نعرفوها بليرها شوية مطلقة هذيكية ولكن ما تكون تلسق عليها انا كندير عيني وميزاني ولكن انا نقول لكم طريقة والمقادير اه نشان مثلا مضبوطة اذا فادي نقول لكم وهادو نقدروا نعمرهم كما نعرفوه سواء باللحم او بالدجاج اذا غادي نقول لكم طريقة والمقادير يقدر يكون 500 جرام متاع الدقيق ولكن نو كامل ولكن 100 جرام متاع السميدة الفينو و400 جرام متاع الدقيق الفورس البيض اذا هوا 100 جرام هكذا 100 جرام الفينو ونضيفوه ومعها حتى اه دقيق الفورس 400 جرام اذا كل شي المجموع هوا 500 جرام ولكن احنا شوية الملح والخميرة معامرة ماشي عامرة بالزيف انتعلي معلقة كبيرة او لا الخميرة انطرية 20 جرام والمادة فيه نبقوا نجمعوه به العجينة انا كيدرت اللول بحل كما يقولون العجينة السحرية هذيكية اذا فالول الخميرة درتها في الماء من بعد درتها في الماء وخلط من ذاك الدقيق بعدها ومعادك السميد خلط شوية الماء والمدافئ ومعاد العجينة هذيه حتى خمرة عاد نضيفوه لها الدقيق الباقي وحتي الملح ووحتى الملح لا نضيفوه في المره الأولى وانضيفوها حتى المره من اللي نضيفو الدقيق الباقي لدينا الملح ونضيفو لها معلقة كبيرة مثل الزيتون او لازوج من بعد نعجنوها مزيان مزيان من اللي غادي تكون عندنا العجينة نضيفو له هالزبدة نقدرون نديرون 100 جرام انتع الزبدة ميت اه سبحو لي ماشي ميت قرام معلقة كبيرة انتع الزبدة والنص اذا اجنوها مزيان مزيان باش تندمج هذه العجينة اراني غيه هنا يبين توصفي كان الفيديو كنت مسحته من بعد نجنوها مزيان مزيان باش تندمج هذه الزبدة مع العجينة هكذا من اللي غادي تخمر انا غادي نقول لكم كيف درت لها من اللي غادي تخمر المرة الاولى غادي نطويوها و المرة الزوجة عاودت خمر نطويوها هكذا كما راكو تشوفو هنا من بعد كل ما مهم تقدر تحتزوج مرات او ثلاثة على حسب مهم واشنو هي العجينة دايما نخصها الراحة الا الخرينجو فهو غادي خمر صافي ما خصنا نطيبوها البغرير اما العجينة بحل مثلا مسمان او اللي كان البيتزا ولا حل ما اعطينا لهم الراحة مزيان لانه مش حل ما يرتاح العجينة تكون مزيانة فلهذا فان خليتها يقدر يكون جوج مرات حتى ثلاثة كل ما تخمر و نديرها في المادة في هذا الايناء كيكون في المادة في كل ما كيبرد كنضيف ليه لما باش تسهل تخمير ها هكذا تطويتها ومن بعد من اللي غادي نخليوها تخمر دايما غنسد عليها دايما مغطاة ونغطيوها و هكذا اذا نفهم ليه خمرت غادي و هي كتكون لسقة العجينة كيف كتشوفوه و نديرو هكذا نخرجو من هاداك الهوا هذه المرة التالية هذه المرة التالية نتع تخمير اذا فندهنوه صفي يدينا بالماء باش ما تلسقش يعني عجينة لسقة العجينة ومن بعد سافي غادي ننقلعو من هاداك الهوا و ننقسموها سواء بحالكي ما نديرو سمن هكذاك الكويرة و نديروها ما بليد حتى نضغطوا علىها حتى تخرج الكويرة ومن بعد نديروها كويرة هكذا ونديرو كويرة هنا يا كويرات ما وشي صغيرات متوسطات لانا غادي نورقوهم عاد مان بعد مالي غادي نورقوهم غادي مثلا غادي تشوفو ونورقوها ونورقها ولكن لا تكون شرقية ولا تكون شغلية بزاف تكون متوسطة شوية اذا ها هي هكذا من بعد غدي دير تناي واحد درت واحد فين جان هكذا انتاع بلاستيك عنده الجواني بحدة فمره نضغط عليها ونضورها باش هكذا باش ما توليش العجينة متما وهكذا كتكون كلها العجينة ونرفضهم كلهم ونحطهم انا بابلش الفغيزي ورقة الزبدة ودرت عليها درت عليها سميدة من بعد نخليهم يخمروا درت عليهم ورقة الزبدة وحتى هادي واحد المنديل باش يخمروا وهم ما يخمروش بزاي بحتى ان انا ما نقدرش نرفضهم ويضيعوا يلا عشرين خمسة وعشرين دقيقة صافي هكذا هم بغينا نحسو بيهم خمروا صافي نقوم نطيبوهم بغينا نطيبوهم في المقلع او لا نطيبوهم مثلا انا نطيبوهم في البلانتشا باش نسهل لانها تعرفت كي يكون عندنا العجينة اه الخبيزة فالكان تغيير شوية نقدر نديرها في المقلع ولكن اذا كان شوية واحد الكيمية متوسطة اذا فنقدر نديرها في المقلع فباش هذا اسميتها هذي البلانتشا باش نسهلوا التخمير غيوشنه هي هذي فهذا البلانتشا خاص مرة واحدة نديروهم باش باش ننقصوا من تنقصنا تنقص على نمر على كلهم ومن نجهدوا نجهدوا على كلهم لانه هي ما غديش بحل مقلع ولا نقدر نديروها جوانب هكذا وهكذا كي يكونوا ونقدروا عمرهم باللي كان هذا هو مني بطبط وانا شاركت معكم بالطريقة ديالي لكنديرها وشكرا للمشاهدة وشكرا ان اشتركتم بالقناة لدعم القناة شكرا سلام اذا كنت نسيت شي حاجة سمحولي لا كنت نسيت شي حاجة نكتبها في صندوق الوصف سلام كنت نسيت شي حاجة أحزار